نعم حازم الرئيس زيلنسكي أعلن ونشر مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف القوات الروسية بالمدفعية لسوق مركزي في منطقة كوستنتينيفكا الواقعة في إقليم دونتسك شرقية البلاد طبعا وزارة الداخلية الأوكرانية وهيئة الطوارئ أعلنت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 16 مواطنا و28 من الجرحى أحد هؤلاء الضحايا هو منقذ يعمل في هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية طبعا اندلع حريق كبير على مساحة 30 مترا مربعا حسب ما أعلنته هيئة الطوارئ الأوكرانية هذا الاستهداف هو الثاني بعد ليلة ساخنة عاشتها مدينة أودسا جنوبية البلاد وأيضا مدينة كييف الدفاعات الجوية أعلنت عن إسقاط 25 هدفا معاديا طبعا 15 من هؤلاء هم من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 و131 وأيضا صواريخ كروز أطلقت من أحد المناطق الشرقية المحادية من داخل الأراضي نعم معتصم كل هذه التطورات حازم نعم تفضل على عجالة لنذهب إلى الملف الآخر لتساؤل عنه موضوع زيارة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وما حملته هذه الزيارة من تعهدات والتزامات أيضا نعم بالنسبة لزيارة بلينكين يعني لا يزال يؤكد بلينكين على موقف أمريكا الداعم لكييف والتقى قبل قليل مع وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبة أكد بلينكين أن الهجوم المضاد يحقق بعض النتائج الإيجابية على الأرض وهذا أمر مشجع للغاية بالنسبة لواشنطن ومن المتوقع أن يصدر قرارا بحزمة عسكرية جزية تبلغ مليار دولار والمعروف بأن أمريكا وواشنطن هي الداعم الأكبر للقيادة الأوكرانية طبعا من المتوقع أيضا أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولاديمر زيلنسكي خلال الساعات المقبلة هذه الزيارة تأتي أيضا مع زيارة رئيسة بزراء دنمارك فريد كينسون إلى العاصمة الأوكرانية أيضا في زيارة غير معلنة وقد كانت قد ألقت خطابا في البرلمان الأوكراني بالنسبة لي تعيين وزير دفاع جديد تم رسميا حازم إعلان وموافقة البرلمان بأغلبية ساحقة بتعيين رستوم أميروف وزيرا جديدا بالدفاع الأوكراني بتوصية من الرئيس الأوكراني فولاديمر زيلنسكي نعم سنبقى معك في متابعة في هذا الملف بكل تأكيد وتطورات الميدانية في العاصمة كييف وفي المنطقة الشرقية لأوكرانيا لكن دعني أذهب إلى يوسف بيغار من موسكو يوسف كان هناك ردة فعل قوية من قبل روسيا على زيارة أنتوني بلينكين كيف نظرت موسكو إلى الالتزامات والتعاهدات الأمريكية الجديدة بمواصلة الدعم العسكري والمالي لكييف حازم موسكو وصفت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كييف بأنها تعكس النواية الحقيقية لواشنطن التي تسعى إلى جر أوكرانيا لحرب مفتوحة حتى آخر أوكراني حسب ما وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي قال بأن يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبخل بالمال والسلاح على الأوكرانيين حتى آخر أوكراني لكنه قلل أيضا من المساعدات العسكرية والمالية التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كييف وقال بأنها لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بقدر ما ستزيد من أعمال القتالية وستزيد من عدد الضحايا الأوكراني بدوره مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا سيرجي ناريشكين علق على هذه المسألة وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يستمرون في دعم أوكرانيا بالسلاح والمال ما يجعلهم منغمسين في الصراع المسلح بشكل مباشر مؤكدا بأن الغرب أخطأ التغطيرات عندما رصد بعض المعلومات بأن روسيا يمكن أن تخسر الحرب في أوكرانيا أو ما يسمى بإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا الاتحادية ميدانيا الأرقام التي تكشفها وزارة الدفاع الروسية تؤكد فشل الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا هذا ما أكده وما شدد عليه وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو الذي قال بأن أوكرانيا خسرت أكثر من ستة وستين ألف عسكري منذ بداية هجومها المضاد وفقدت أكثر من سبعة تلاف وستمائة قطعة عسكرية نهيك عن نجاح الجيش الروسي في إحباط وصد كل الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في خط الجبهة خاصة في محور زاباروجيا هنا نفى شيغو تلك المعلومات التي نشرتها الجهات الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق دفاعات الجيش الروسي في محور زاباروجيا أشكرك جزيل أشكر كنت معنا من موسكو يوسف بيغار وميني كييف معتصم عابد شكرا جزيلا لكما أشكرا لك